تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس التي لم يستبعد فيها دوراً للقوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب ضد ما يسمى بتنظيم الدولة تدل على تغير ملحوظ في أولوية الدول الأوروبية بعد هجمات باريس قبل أسبوعين فبعد أن كان رحيل الأسد شرطاً لأي تسوية سياسية في سوريا ها هي فرنسا التي اختتم رئيسها فرانسوا أولاند زيارة لموسكو اجتمع خلالها بنظيره فلاديمير بوتين أقرب حلفاء الأسد لتنسيق المواقف حول قتال تنظيم الدولة الذي يرى فيه الجانبان تهديداً حقيقياً للأمن القومي هذه الإشارات لم تغب عن أنظار المتابعين للطورات الأخيرة في المواقف الدولية فقد أوضح الفرنسيون أنه منذ هجمات باريس فإن ملاحقة الأسد لم تعد هي الأولوية كون الرئيس في موقع يسمح له بالمشاركة في حملة تستفيد من وجود الأسد لملاحقة الجماعات المعارضة له فإن الفرنسيين يؤشرون إلى أنه بإمكانهم قبول هذا الترتيب الفرنسيون الذين كسبوا تعاطفاً كبيراً منذ هجمات باريس يبدو أنهم يقودون توجهاً جديداً داخل الاتحاد الأوروبي يدفعوا باتجاه تنصيق أكبر مع الروس ولعل المدولات الأخيرة في مجلس العمو البريطاني بطلب من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للحصول على موافقة البرلمان على مشاركة سلاح الجو الملكي في الغارات على مواقع الدولة في سوريا تأتي في هذا الإطار الموقف البريطاني أكثر إشكالية لأنهم لا يرغبون بالقول في البرلمان إننا أصبحنا أصدقاء مع الأسد وهم يحاولون التقليل من دوره في الخطة الجديدة من أجل التركيز بصورة أكبر على تنظيم الدولة ما يفقد الخطة البريطانية مصداقيتها هو دور القوات البرية التي ستدير المناطق التي سيتم طرد تنظيم الدولة منها بعد زيارة أولند الأخيرة لموسكو للقاء بوتين ينتظر الأوروبيون تصويت البرلمان البريطاني لمعرفة فيما إذا كانت بريطانيا ستنضم إلى فرنسا في اقتراب الأخيرة من روسيا الداعمتان الرئيسيتان في موقف كاميرون التي يأمل في إقناع البرلمان بهما هما توسيع رقعة عمليات سلاح الجو لتشمل الأراضي السورية والتضامن مع فرنسا من خلال القول إنه لا يمكن لبريطانيا أن تتوقع من الآخرين حمايتها كونه يقول إن تنظيم الدولة يخطط من الرقة لمهاجمة بريطانيا الفرنسيون والبريطانيون يعملون في إقناع دول أخرى في المنطقة بالانضمام إلى الجهود الأخيرة لقتال قوات الدولة لكنهم يدركون أن هذه الدول ستتردد كثيرا في المساهمة في جهد عسكري يبقى الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة حتى لو كان المقابل هزيمة تنظيم الدولة ودحره من المناطق التي يسيطر عليها في سوريا أسامة كرماوي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر